اليوم يظل السؤال المتروح أمامنا جميعاً هو شنو المطلوب اليوم شنو المطلوب من السلطة اللي هي تسير في البلاد شنو المطلوب من المعارضة اللي هي تعمل على الوصول إلى السلطة وشنو المطلوب من الشعب في نهاية الأمر أولا وقبل كل شيء المطلوب من الجميع هي التهدئة بالمعنى السياسي خذ فما راو التهدئة بالمعنى الطبي والصحي وفما التهدئة بالمعنى العسكري ليه التهدئة يعني أنا بيلو كالم أحببنا أم كرهنا البلاد في حاجة إلى شيء من الهدوء والسكينة ليه بزوان دو بي دو كالم ادو سيرينتي عليش علاقة البلاد في حاجة إلى العمل مش معقول نواصلوا راو بالطريقة هذي يلزم الناس تخدم يلزم الناس تنتج يلزم البلاد تقدم وهذا ما يكون ممكن إلا في مناخ في هدوء قيس على روحك أنت مثلا تنجم تخدم في مكان أو في مناخ متشنج ومرتبك مهما حاولت تقنعنا بعكس هذا السلطة اليوم وبكل مكوناتها يلزمها هي تخلق هذا المناخ أولا هي طلب التفويض من الشعب باشتساير البلاد وتقدم خدمات للمواطنين وتحافظ على الأمن وتحافظ على الكرام والعدالة وهذا يطلب منها ببرنامج واضح ويتطلب منها كذلك إطار تشريعي وقانوني تم احترامه ويتطلب منها أنها تسمع المواطنين الكل ونقول الكل بكل أطيافهم وكل توجهاتهم وكل خلفيتهم وتكون منفتحة على الجميع مع التهدئة ومع مناخ سليم وهذا مطلوب من الجميع يزم نكونوا واعين اللي احترام الآخر وقبول الآخر واحترام الاختلاف هي من أسس الديمقراطية اليوم زيدا حاجة أخرى مطلوبة هي التواضع التواضع من الجميع وما فيها بيس راو بل من الضروري أنه تصير تقييمات وتساؤلات ومراجعات من الناس الكل راو من اللي يربح من اللي يخسر من السلطة من المعارضة من كل مكونات هذا المجتمع اللي رحنا يجمعنا والمطلوب كذلك وهذا قلناه أكثر من مرة برشة تناسق وبرشة انسجام في المواقف وفي الأراء كما في الكورة مثلا نجمشي يا أخويا اليوم تكون محب لفريق ومبعد أيامات تتنجز الفريق آخر واليوم تسيب فريق وغدوا نلقاوك معاه هذا راو مش معقول بالكل من نلقاوكين عند الأطفال اللي يحبوا ديمة مع الربح هذا كمثال أما راو كنبديو ديزا دولت كونسيان لنزم نفهمو ما معنى الانسجام في المواقف ومنطق الانمي دو من انمي اي من امي هذا راو تدخل كين في منطق الانتهازية السياسية ينزم الخط يكون واضح والطريقة صحيح والمبدأ ما يتغيرش وفعلا تونس أحسن ممكنة را وتونس خير ممكنة وتونس ناشحة ممكنة ولكن هذا ممكن أما مش كما قالت لغناية مش بالكلام ونفس الطاقة ووقت جديد فقرات جديدة وفريق